اهلا بكم من جديد ايام قليلة بتفصلنا عن فكرة عزيزة جدا علينا غيرت مصار التاريخ وشكل الجوبرافية على ارض مصر افتتاح قناة السويس 17 نوفمبر 1869 على فكرة 10 سنين حفر يعني من 1859 ل 1869 متخيلين حضركم مدى العناء متخيلين مدى التحديات لمصر مرض بيها وكمان جينا في 5 اغسطس 2014 وعدنا تاني هذا المشهد مشهد التحدي بس في سنة واحدة كان عندنا قناة السويس الجديدة سؤالي هو لو احنا ما كانش عندنا قناة السويس لا القديمة ولا الجديدة كان ايه ممكن يحصل لمصر طب ايه هو حجم التحديات اللي بتمر بمصر في هذه الفترة خاصة مع ازمة كورونا اللي قدر الى ازمة اقتصادية عالمية يا طرح احنا قادرين على المواجهة ده سؤال بطرحه على ضيفي اللي منورنا دلوقتي لواء بحري ممدوح الامام منورنا يا فندم اهلم حضرتك فنم كل سانو حضرتك بخير حريك طيب يا فنم مصر الحقيقة على مدى تاريخها واللي يعني يشوف التاريخ اللي قد ايه في تحدي وقد ايه في ارادة وقد في عزيمة حاجة يعني الواحد بيفخر كده انه هو بينتمي لهذا الشعب العظيم عشر السنين بنحفر في قناة السويس بالضبط يعني احنا لو ما عندلاش قوة السويس يعني ايه كان ممكن يحصل لديه هو طبعا حضرتك في البداية لازم نقول ان قناة السويس رغم انها فكرة فرنسية الا ان التنفيذ مصري من الشعب المصري اللي فقد عدد كبير من ابنائه في هذا الحفر وبالتالي التنفيذ هو دايما اللي ببقى اهم من الفكر حضرتك موضوع قناة السويس لو رجعنا بالتاريخ وراء بنجد انه قبل حفر قناة السويس كان بيشتخدم هذا الطريق بريا بمعنى ان السفن كان بتيجي تنزل في البحر الاحمر وبعدين البضاعة تتنقل بري الى البحر المتوسط ويمكن هو ده اللي اعطى الفكرة لفردناند لسيبس ان هو يحفر هذا القناة طبعا كان فيه محاولات قبل كده قديمة من ايام العصر الفراوني والاسلامي وكده انما في النهاية تم التصميم والفعل في 1859 في عهد الخديوي سعيد وطبعا افتتحت في عهد الخديوي العظيم اسماعيل طيب احنا لما كانش عندنا بقناة السويس كنا هنفضل هذه اللفة دي ولا كان هيبقى عندنا حلول اخرى هو حضرتك مش بالنسبة لمصر فقط يعني هي يعني مصر سهلت العالم اكمر بالضبط يا فاني بالضبط طبعا بالضبط حضرتك احنا عندنا فيه خط ملاحة رئيسي خط التجارة رئيسي ما بين الصين وما بين شرق الولايات المتحدة هذا الخط يمر فيه قناة السويس لو لم تكن قناة السويس موجودة كان حيضطروا يلفوا عبر رأس الرجاء الصالح دي حضرتك تكلفة اعلى سواء في البترول استهلاك السفن سواء فيه تكلفة نقل البضاعة حضرتك يعني بالمعنى البلدي للليجستيات كده اننا بنقل الاحتياجات من اماكن تواجدها الى اماكن الحاجة اليها في اقل وقت ممكن سليمة باقل تكلفة اقل تكلفة دي كان لازم في هذه المنطقة كان لازم من وجود قناة السويس لانه بيمر بيها تقريبا 10% من التجارة العالمية وبرضه يعني عشان الناس تبقى فاهمة التجارة العالمية على العالم كله يعني مثلا البضاعة اللي ما بيني اليابان وغرب الولايات المتحدة مش هتيجي عندي دي من بره من عبر المحيط الهيئة دي ونفس الوعدة انما التجارة البيانية في المنطقة بتاعتنا هي بتنقل فيها 90% طيب من خمس سنين لما بدأنا نعمل قناة السويس الجديدة كان عندنا برضو تحدي جديد ان احنا نعمل قناة جديدة احنا ليه لجأنا للقناة الجديدة طيب ده سؤال محترم جدا فانم لان حضرتك طبعا الواحد يعني شايف خبراء الفيسبوك يعني بعدين بتكلمه بالضبط كده بتكلمه كلام غريب جدا ولما نشوف مين اللي بتكلم لا هو متخصص ولا هو في هذا الموضوع ابدا يعني حضرتك دلوقتي فانم نظام العبور القديم لقناة السويس كانت قافلة بتيجي من الجنوب من السويس بتدخل الفجر حوالي الساعة 5-6 الصبح تمشي على طول لغاية ما تطلع من بورسايت وفي قافلة تانية بتنزل من بورسايت نزلة لغاية السويس القافلة التانية دي حضرتك كانت بتيجي عند الإسماعيلية ولازم تقف عشان اللي جاي من السويس يعدي أماكن وقوف هذه السفن كانت بتستوعب 8 سفن كبيرة بس 8 وبالتالي حضرتك لو جلنا 10 سفن أنا حوقف 2 لتاني يوم 12 سفينة أنا حوقف 4 سفن لتاني يوم وبالتالي كان بيبقى عدد السفن محدود نرجع تاني حضرتك لجزئية أخرى وهي إن السفن وهي موجودة في الإسماعيلية كانت قريبة من بعض وبالتالي ده استدعى إن شركات التأمين تغلي التأمين على السفن العابرة للقناة وده ما كانش فيه مصلحتنا الأهم من ذلك بقى فنم من لازم السادة المشاهدين ياخدوا بالهم منه إن حضرتك المركب لما بتيجي تمشي لو أنا عاوزها تقف ما فيهاش فرامل زي العربية لا ده بتاخد مسافة طويلة علشان تقف وبالتالي أنا عشان أحقق الأمان في قناة السويس ما يحصلش حدث أو حاجة فكل مركب بحط مسافة زمنية ما بينها وما بين المركب اللي قدامها تتوقف على حجمه يعني لو المركب صغيرة ما بقدرش أمشي المركب التانية غير بعد عشر دقايق من المركب دي طب حضرتك لو جالي مركب 150 ألف طن خليها تلت ساعة أو نص ساعة طب لو جالي مركب 240 ألف طن هطول الفترة الزمنية وبالتالي حيبقى لازم عدد محدود جدا من القافلة من المراكب اللي هتعدي ده كانت تحديات كبيرة جدا وبالتالي كان من الضروري أن نحفر القناة الجديدة على أساس أن أنا أستوعب أكبر عدد من السفن وهي أثناء عبور قناة السويس طيب حجم التنمية بقى اللي بقى موجود مع وجود قناة السويس دي هل تغير؟ طبع حضرتك قناة السويس كانت كنا احنا يعني منستعملها كمكان للعبور فقط ما جد التفكير دلوقتي طالما قناة السويس فتتعدى فيها حولي تسعتاشر ألف سفينة تسعتاشر ألف سفينة دي معدية من قناة السويس شايلة بضائع ومستلزمات إنتاج واحتياجات طالما هي معدية أوريدي طب أنا دلوقتي ليه ما أعملش المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الضفة الشرقية لقناة السويس هذا المشروع عبارة عن مواني ست مواني عبارة عن مناطق صناعية مصانع وكده وعندي مناطق لجستية بمعنى ما فيش حضرتك أي مكان في العالم كله أي مشروع لازم يكون في ميناء على أساس مستلزمات الإنتاج تيجي وتتصدر لازم يكون في منطقة أعمل فيها مخازن عشان مستلزمات الإنتاج دي تيجي تتخزن لغاية ما أخدها المصنع واللي بيطلع من المصنع لازم أخزنه لغاية ما يتم تصديره وبالتالي كان التفكير في الهائة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهذا ما تم سنة 2015 أو 2016 تقريبا وبالتالي ده المشروع اللي هو موجود حاليا للتنمية وده الحقيقة مشروع واعد طبعا فيه صعوبات كتير بتقابل هذا المشروع البنية الأساسية فيها البنية الأساسية هم مشغلين فيها فندم طبعا بدون شك يوم الأربع القادم المهندس يحيى زكريا رئيس الهيئة الاقتصادية هيقدم مشروع مستقبلي من 2020 إلى 2025 إلا هيحصل فواضح أن الأمور بدأت تأخذ يعني شكل جديد والحمد لله بقى فيه استثمارات صحيح إنما حضرتك لازم نقول إن فيه مشاكل يمكن مون سياحية ما قدرش يقول عنده مشاكل في التشريعات عنده مشاكل تشريعات الاقتصادية طبعا فيه لسه عندنا مشاكل تداخل الوزارات مع شغله حضرتك الهيئة الاقتصادية ما تقدرش تدي رخصة مصنع لازم ترجع لوزارة الصناعة ده كلام لا منطقي ولا عملي ولا بيسهل عملهم حضرتك بتطالب بمزيد من التسهيلات علشان هتم التنمية بسهولة؟ ده أساسي يا فندم الحوافز الاستثمارية علشان أنا أجيب مستثمر يعني أنا حديله حوافز إيه؟ طبعا يروح المغرب يروح الأردن لازم لأحنا مهم جدا أننا نتكلم على السلبيات والقصور علشان أننا برضو نقدمها بصورة واضحة وبالتالي يتم حملها لأن ده لصالح بلدنا يا فندم دي حاجات أساسية لازم يعني حضرتك ما جيش أنا أقايد الهائة الاقتصادية ورمية في البحر ولا عمي مش هينفع حضرتك لما نيجي نلاقي مثلا ميناء شرق برسعيد الدولة دفعت فلوس كتير جدا عشان تعمل أرصفة خمسة كيلو يبقى لازم فيه تنصيخ في المجلس الأعلى للمواني أننا لازم أسوأ الأول الخمسة كيلو دول قبل ما أعمل مشروعات أخرى في دومياط وفي حتة تانية يعني لازم حضرتك يكون فيه سياسة موحدة مش هما يبقى عنده خمسة كيلو أرصفة وبعدين أجي أنا في دومياط أدي مشروع وبعدين أقول له تا ما عندكش مشروعات ليه طب يعني إزاي لازم يبقى فيه تكون بقى على أولوية البرلمان القادم لا مش البرلمان أفنم ده ديات الحكومة ديات السلطة التنفيذية لازم يكون فيه رؤية موحدة للمواني المنطقة الإقصادية فيها ست مواني أنا بكلام على القوانين الخاصة بالاستثمار الحدد القوانين يا فندم آه طبعا لازم الحكومة تقدم لمجلس النواب طبعا عشان يكون فيه تسكيلات أكتر وبالتالي جزب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ضروري يا فندم ضروري موضوع الضرائب موضوع الأعفاءات موضوع سنين الأعفاء لازم الكلام ده يكون يوم زروري حسنا بنقدم على الشاشة ده وقت يا فندم ما روح التطوير القناة السويس الناس بتسأل بقى يعني عشر سنين عشان قناة السويس الأديمة وسنة واحدة القناة السويس يعني هي الإدارة الدرجات دي اختلفت بقت أفضل بكتير هو حضرتك ممرة واحد حشان جمدين كده أوي طبعا ممرة واحد الإمكانيات طبعا زمان كانوا بيحفروا بالفاس والكركات بسيطة جدا وكده دلوقتي بقى فيه معدات حديثة علاوة على برضه وكان المفروض المشروع تلات سنين بس السادة الرئيس قال السادة فريق مهاب وهنا لازم يعني من الأمانة نحن لازم طبعا نسكر السادة فريق مهاب من القناة الجديدة دي مجهوده على حساب صحته على حساب راحته وهو يعني قام الحقيقة بمجهود ضخم جدا جدا يحسب له وقطعا هيكتب في التاريخ للسياته وهو كان لفتة حلوة قوي من رئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة أن يتم الابتتاح في ذكرى ميلاد الفريق مهاب ميش هو ستة أغسطس يعني مكافأة له ولفتة حلوة جدا حقيقة من سياتة الرئيس هو يعني أعماله طبعا واضح طبعا كتير جدا جدا نتمنى له مزيد من الصحة ومفروضي كان معانا النهاردة بس مش عارفة يعني التليفون مش بيجمع طيب برضو عايز أتكلم برضو في عزية النقطة الإرادة المصرية إحنا عندنا مشكلة في مصر الصيانة والإدارة بصرف النظر كمان إحنا عندنا إرادة قوية إن إحنا نقدر ننفس كل حاجة بس ما توقف فيه إدارة كمان قوية وإدارة حكيمة هنقدر نعمل يعني من ثلاث سنين لسنة بالتصميم ممكن طبعا وباستنهاض الهمم ممكن وده اللي حصل ده الواقع اللي حصل يعني طبعا هو كان موضوع ضخم جدا خلي بالحضارتك الموضوع ماش سهل يعني تشوفي كم يعني المعدات اللي كنا حتيجي جابت ثلاثة ثلاث أضعافها العدد اللي كان هيشتغل جاء ثلاث أضعافه عشان أنا أجيب آلاف المعدات وعمل لها جدول وتنزل ومجرد بس حضرتك أن أنا أجيب لها وقود ده كان موضوع صعب جدا وإن الوقود اللي ييجي على أساس يبقى فيه عادة ملء في المواعد المحددة والناس دي اربطوها الراحة دول حيتغدوا إزاي مثلا ده يعني حاجة هيفة جدا إن أنا كل هذا العدد أعمله إقامة وعمله إعاشة وعمله المعدات يشتغل بيها المعدات ما تقفش الخطة ما يحصلش حوادث لا كان موضوع ضخم جدا جدا طبعا طيب علشان إحنا وقتنا خلاص قرأ بنتهي رسالة بتقدمها في نهاية الحلقة تقول إيه؟ رسالة فانديم بقول إن يعني بالنسبة لفنس يشبع الإشعاعات طبعا إحنا كله بننجح كله حيب عندنا إشعاعات كتير طبيعي أخبر إن إحنا ما نلتفتش لها بكس لكن في ناس للأسف لسه بتلتفت الطبيعي والله يا فنم حضرتك اللي يتكلم يكون متخصص حضرتك بمنتهى البساطة يعني وبمنتهى حتكلم بلدي يعني أنا عاوز أكوي الهدوم بوديها للمكواجي لو حنفية باظت بوديها للسباك ما ينفعش بقى المكواجي يتكلم في النقل البحري ولا للسباك يتكلم في النقل البحري ما ينفعش آخر سبتمبر تقريبا لقيت بتطلع على الفيسبوك كده خبرة يقولك والمشروع قرأت سويسك بجده الذي أثبت فشله طب يعني جبت الكلام ده منين حضرتك لا جاب تقرير من منظمة عالمية ولا 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 وبعدين تبصي حضرتك طب مين ده يا عم قلقى أي تاجر كويتش ده واقع مش تهريك يعني لازم كل واحد بفن في حاجة يتكلم فيها طيب برضو من ضمن الموضوعات المهمة الحقيقة اللي احنا عايزين برضو نقولها قبل ما نختم أنا دايما بحب أسأل الخبراء والناس اللي بتحب مصر بصراحة كده احنا ماشيين صح ولا في خطر علينا في كل اللي حضرتك ماشيين ما حضرتك المؤشرات أي لفن مش أنا اللي بقول فيه هيئات عالمية بتقول هيئات عالمية طبعا أنا الهيئات البعيدة عن التقارير المسياسة هيئات عالمية بتقيم هيئات عالمية بتقول إن فيه نجاح احنا لمسين نجاح على الأرض يعني حضرتك ما أنا يعني كنت لسه من حوالي أسبوع من نازل مصر الجديدة رايح مكان يعني ما بقالي أربعين سنة بروحه أنا فعلا توت ما عرفتوش من الكباري الجديدة والشوارع اللي وسعت لا طبعا فيه فيه نهضة طبعا فيه نهضة بدون شك يعني بشكرك شكرا جزيلا نعفا لنا الخبير للستراتيجي وعفة حليما من دوحة الإمام وبشكركم مشاهدينا دايما عندنا إنجاز لازم نفتخر فيه ولازم تسليط الدوق على كل إنجازاتنا لأن تاريخنا هو حاضرنا ومستقبلنا مكرا إن شاء الله وانشت جديد مع راني ياشر إلى اللقاء اشتركوا في القناة